السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية جميعا إن شاء الله بكونوا بخير اليوم إن شاء الله بنكمل موضوع جديد موضوعات الأمينو أسد أخذنا في المحاضرات السابقة عن موضوعين أساسيين في الأمينو أسد أول شي حكينا عن الديجسشن اللي هي عملية الهضم للأمينو أسد ثم عملية الابزوربش اللي هي عملية الامتصاص هاي بأول موضوع في الموضوعات الأمينو أسد ثم تناولنا موضوع الديجريديشن ديجريديشن عمليات تكسير أومين وأسد وقسمناهم لموضوعين أساسيا كيف يتعامل الجسم مع النيتروجين وكيف يتعامل الجسم مع باقي الأومين وأسد الي هوا بسميه الكاربون سكليتون وحكينا ان تبعت الأومين وأسد هي أهم مجموعة في الأومين وأسد وخصصناها محاضرة كاملة وحكينا عن ًaецcle موضوعنا لل trazer اليوم هو عملية الأومين وأسد سنتيز عملية تصنيع الأومين وأسد تمام حكينا عن التكسير والrh CDC هذا نخصص له الفيديو الأول من المحاضرات اليوم. فيديو الثاني نحكي عن مجموعة من الأمراض التي تخص عمليات الأمينو أسد ديج ميتابوليزم اللي هي تصنيع تصنيع. طب قول ما نحكي عن عمليات تصنيع الأمينو أسد بدنا نبدأ من نفس موضوع زي أي محاضرة ثانية الأوفورفيو اللي هي عملية لمحة عامة عن درسنا اليوم بعدين نفوت من التفاصيل. قول ما نفوت بهذا الحكي سوف نتذكركم أن الأمينو أسد تنقصب إلى مجموعتين رئيسيات. ما هي مجموعتين رئيسيات؟ قولوا لهذا الحكيم نحكي أن أصل الأمينو أسد كم عددهم؟ أنتم تعرفوهم. في جسم الإنسان في عندي 20 أمينو أسد سوف نقصبهم لمجموعتين رئيسيات. ما هم؟ ما أسميه؟ ما أسميه إسنشل و ما أسميه نون إسنشل ما يعني إسنشل أو نون إسنشل؟ كلمة إسنشل في اللغة الإنجليزية معناها ضروري ونون إسنشل يعني غير ضروري. طيب شعني فيه أمينو أسد ضروري وفيه أمينو أسد مش ضروري؟ كلهم ضرورية طبعا أنا البروتين يقوم على الأمينو أسد. الأمينو أسد هو الأب الروحي للبروتين. طيب شو يعني كيف يعني في عينة أمينو أسد ضروري ضروري من حيث أني ضروري أتناوله من الغذاء. يعني الأمينو أسد أنا غير قادر على تصنيعه من داخل جسمي لحالي. ما أقدر أصنعه. وإنما لازم أتناوله بالغذاء. يعني أنا لازم أكله ما في خيار ثاني. إنما عندي خيارين يا إما بأكله بالغذاء وإذا ما أكلته عادي مش ضروري مش ضروري أكله كلمة غير ضروري معناها غير ضروري أني أكله. ليش؟ لأن أنا قادر على تصنيعه قادر على تصنيعه. تمام هذا هو موضوعنا لي اليوم. اليوم رح نتناول إحنا الانانيسنشل مش موضوعنا اليوم. ليش؟ لأن موضوعنا حضرت اليوم هي كيف الجسم قادر على تصنيع الأمينو أسد. وزي ما فهمنا إحنا الأمانوأسد مش كلهم إحنا قادرين على تصنيحهم في جزء قادر على تصنيعه بسميه non-essential وجزء غير قادر على تصنيعه اسمه essential لازم أكله من الغذاء وهيك بنشوف هنا أنا شو كاتب في النص كاتبين إنه ما يعني essential amino acid؟ essential amino acid هو الأمانوأسد اللي cannot be synthesized by the body غير قادر على تصنيعه داخل الجسم و must be taken from the diet لازم أكله من الغذاء تبعي non-essential غير طروري مش لازم أكله أنا ممكن أصنعه can be synthesized by the body طب من العشرين مين essential ومين non-essential؟ بيحكي لك 9 من العشرين essential و 11 non-essential تمام؟ 9 هذول رقمين مهمين تحفظوها وطبعا هتراح نشوف إحنا مهم نعرف إيش هم الامانوأسد اللي essential وإيش هم non-essential هس إذا أنتوا دارسين المحاضرة الماضية وفاهمينها وكل إشي بتذكروا هذا الجدول وهذا الجدول إحنا قسمنا فيه الامانوأسد من حيث تكسيرهم إلى ثلاثة أنواع نوع كيتوجينيك نوع جلوكوجينيك ونوع وسطي بوث جلوكوجينيك وكيتوجينيك وهذا الحقيقة تكلمنا عنه وحكينا عنه في المحاضرة الصابقة ومش وقته هلأ ولكن في وقتها أنا ما شرحت لكم أنه برضو عندي على الطرف أنا نقسم الأمانوأسد برضو من حيث التصنيع إلى essential non-essential essential أنا غير قادر على تصنيعه لازم أكله من الغذاء non-essential أنا لازم أتناوله سوري بش لازم أتناوله غير ضروري أتناوله وإنما بقدر أصنعه داخل اسم الإنسان تمام هلأ في حقول لازم نحفظ مين essential أو مين non-essential آه نعم 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 هلأ إنتو إيش هتحفظه أول طبعا هتحفظه الرقم الأصغر إذا إنتو حفظته essential خلاص الباقي non-essential ببساطة فإنتو يحفظوا essential هدول و non-essential الحال هم بيجوا ليش لأنه خلاص الباقي non-essential ولكن الرغم من هيك إحنا في المحاضرة هاي already رح نحتي بالتفصيل على non-essential هو موضوع محاضرتنا اليوم نحكي عنه فإنتو رح تحفظوه طبقائيا يعني لأنه درسي المحاضرة ودرسينا تمام هلأ السؤال الذي يطرح نفسه أنا الأمان نفسه من وين ممكن أصنعه من شو ممكن أصنعه يعني أنا بحكي مثلا الحيط بصنعه من مجموعة طوب أو بحكي الطبخة بجيب خضار بجيب فوائق رز بجيب جاج بكون الطبقة الأمان نفسه شو طبقتها شو مكونات طبقتها الجواب لهذا السؤال هو وواحدا من اثنين لا ثالثهم هم ما تفكر من هنا هم واحد اثنين ايش من واحد اثنين يا الله كيف يعني يعني أنا سيستنش الأمان أسد هالو شو انا بيتناولهم من الغذاء من الغذاء صح؟ أنا لما أتناوله مثلا أكلت وجبة فيها بروتينات وطلعت الأمينو أسد بروح بحول الأمينو أسد اللي أكلته من الغذاء لأمينو أسد ثاني بدي إياه أنا فأنا زي كإني استفدت من الأمينو أسد اللي أكلته من الغذاء أصنع منه أمينو أسد أنا مش موجود عندي هدولة بس في عندي مثالين فقط بكل العشرين أمينو أسد سوريا مش بالعشرين بالحداش نون إيسان شركام واحد هم 11 تنين ينطبق عليهم القائد اللي هسا حكناها والباقي التسعة ينطبق عليهم الطريقة الأولى فالطريقة الثانية شو هي يعني أنا عندي إيسان شل أمينو أسد بصنع منه نون إيسان شل أمينو أسد شو من المثالين رح نشوفهم لبعدين ولكن خلينا نذكرهم هسا مشان تفتك بمذكور اللي هم يواحد الفين الألانين ممكن أني أحاوله لتايروزين يعني التايروزين نون إيسان شل ليش؟ لأنه أنا بقدر أصنع من الفين الألانين تايروزين بالمقابل نفس الإشي السستين السستين نون إيسان شل ليش؟ لأنني أنا ممكن أصنع سستين باستخدام الميثايونين فاللي مكتوب بالأخضر هو النون إيسان شل والإيسان شل هو هذا أو هذا فالميثايونين بصنع منه سستين الفين الألانين بصنع منه تايروزين طب السؤال الذي يطرح نفسه هل فعليا التايروزين هيك يعتبر إيسان شل أم لا إيسان شل يعني أنا إذا أنا صنعته من إشي إيسان شل يعني أنا لولا الفين الألانين لولا الفين الألانين التيروزين لم يتكون ولولا الميثايونين السستين لم يتكون فهو فعليا إحنا منصنفنا لكن تفكروا فيها بالمنطق يعني أنا إذا أنا التيروزين نعتمد على هذا لولا ما بيعيش أو ما بتكون معناته فعليا فعليا هو ذكي إنه عايش على غيره ففعليا ممكن هو يكون ولكن يعني ما تفكروا بهذه الطريقة أنا بس بدي أخليك أوسع مدارككم فالفكرة أنه هدولة أوكي طيب شو الطريقة الثانية إني أصنع من أي إشي ثاني غير الأمينو أسد يعتبر من الطريقة الأولى يعني أنا مثلا وهدول بسميهم المتابوليزم يعني أنا أي مركب إحنا عمنا نسمعنا عنه في حياتنا في البيو كيميسري ممكن نستخدمه لا يعني أنه كلهم ممكن نستخدمهم ولكن بقول يعني ممكن يكون أي واحد إحنا صالفنا مرة سابقة في مايو كيمستري نشوفه اليوم في محاضرة اليوم ونحول له امين واسد يعني اشياء عشوائية ممكن يكون البايروفيت ممكن يكون الفاكيتو جلوتريت اي اشي هسا هم يشوف هم هدول الاشياء هم موضوع محاضرتنا اليوم ايش هم هدول الاشياء ممكن نحولهم لامين واسد تمام هدوط اقتين الاساسيات اوكي هلا خلي نفوت بتفاصيل نحكي عن كل امين واسد لحال هيك هاد بحضور محاضرة اليوم بدنا نمسك ال 11 واحد واحد نحكي كل واحد كيف يمكن انا اصنع داخل جسم الانسان طيب هزر راح تحكو لي وار نحفظ كل ال 11 كيف نصنح وزر راح تشوفوا سهل وسهل ولا مطلوب منكم تفاصيل بس اعرفوا الفكرة العامة تمام هلا احنا اقسمناه او احنا قسمناه موجودة هو باللي محاضراتكم قسمة يعني كجوبات مش راح نمسك امين واسد واحد واحد نحكي عنه نحكي زي نقسمهم لمجموعات مش لان سهل حفظهم تمام كيف نقسمهم لمجموعات خليشوف كالتالي بحكي لك اول طريقة اني اصنع امين واسد اني اصنحها من الالفا كيتو اسد تبحها كيف يعني الالفا كيتو اسد تبحها خلينا احشرح لكم اذكركم به شو الفرق بين الامين واسد والالفا كيتو اسد وهذا صراحة اذا مش درسين محاضرات صادقة هتحسوه غريب ولكن انتو فهمين ودرسين هذا الاشي بس مراجعة لكم الامين واسد هو عبارة عن كربونة عليها هيدروجينة عليها نايتروجين اللي هي امين جروب عليها سي او او اتش عليها مجموعة الار تمام هلا الالفا كيتو اسد هو نفس المركب انما الفرق انه هيك شكله عندي الار وعندي سي او اتش وعندي الاتش ولكن بدلا اني شثري عندي الدبل بوند او تمام هلا انا ممكن اعمل عملية اشي اسمه ترانز امينيشن شو يعني ترانز امينيشن يعني انا بجيب خلينا هنا ما نضلش فيه وساعة ولا خلينا نصغر الخطوة ونكتبها الترانز امينيشن شو يعني ترانز امينيشن أنا بجيب مركب بجيب مركب هاي مركب X على رأسه عنده NH3 على رأسه هيك مركب على رأسه NH3 بعمل trans-amination شو يعني trans-amination trans يعني نقل transport ammunition يعني عملية نقل للأمينو جروب باجي بنقل هاي الأمينو جروب بحطها بدل الأكسوجيني هاي فنقلت الأمينو جروب من المركب اللي اسمه X لالفا كيتو أسد طب الالفا كيتو أسد لما تركب عنده الأمينو جروب مكان الأو بشيل الأو وبركب من الشتري شو صار اسمه صار اسمه أمينو أسد صار اسمه أمينو أسد تمام وهاي هي نفس العملية اللي عملناها وين في عملية تكسير الأمينو أسد ولكن بالعكس بالعكس عملية تكسير الأمينو أسد شو كنا نحكي كنا نحكي إنه النايتروجينة إحنا بنخسرها وبتصير أكسوجينة هون لا بنحكي بالعكس الأكسوجينة بخسرها وبركب مكانها النايتروجينة هذه هي فكرة تصنيع من الألفا كيتو أسد عن طريق الترانز أمينش نحكت لكم عنها وهي نقل أمينو جروب تو ذا ألفا كيتو أسد بنقلها من مركب X للألفا كيتو أسد فتكون عندي من الأمينو أسد طب مين ينطبق عليه هاي المقولة مين من الـ 11 ينطبق عليه هاي المقولة خلينا نشوف منهم واحد عملية أني أنقل أمينو جروب للبايروفيت تمام بتصنيع لي الأمينو أسد الاسمه ألنين يعني أنا الأبايروفيت بيستقبل بيستقبل شو بيستقبل أمينو جروب بيصير اسمه ألنين هذا الأمينو أسد الأوكزالو أسيتيت يستقبل أمينو جروب بيصير اسمه أسبارتيت الألفا كيتو جلوتايت بيستقبل أمينو جروب بيصير اسمه جلوتاميت يعني شو النواتج النواتج ألنين أسبارتيت جلوتاميت هل هذا حفظ؟ نعم حفظ هكذا ؟ آخرت في محاضرة بيخسر الأمانو جروب تبعيته وبيصير اسمه pyruvate الأسفارتيت بيخسر الأمانو جروب تبعيته بيصير اسمogZeroination ال hardly gluten group هون الفكرة بأنه بالعكسر منها اضفنا الأمانو جروب ماذا اسم هذه الانزيمات انا قبل dared Kommunotransferase يعني ناقلات الأمانو جروب Amino يعني امانو جروب 种يvable تمام الأمور بسيطة وصهلة سهلة جدا هلأ بس في نقطة إضافية بدنا أذكركم فيها إنه الجلوتاميت في الحياة إحنا حكينا عنه سابقا في محاضرات تكسير الأمينو حكينا في عندي إنزام اسمه جلوتاميت دي هايدروجينيز هذا شو كانت وظيفته يعني نحن هاي المحاضرة صراحة قلت لكم تركنا على المحاضرة قبلها فتكونوا درسينها كويس خلين نكمل الجلوتاميت دي هايدروجينيز شو وظيفته جلوتاميت بينقل أو بشيل النايتروجين جروب تبعتها بكوبها بره بكوبها بره فبصير اسمه ألفا كيتو جلوتريت هاي وظيفة هذا الإنسان ولكن يعني هو فعليا بيكسر الأمينو أسد الاسمه جلوتاميت هلأ شو وظيفة جلوتاميت دي هايدروجينيز هو التكسير ولكن بيحكي لك انه جلوتاميت دي هايدروجينيز ريفيرسابل يعني بيشتغل برضه بالعكس يعني قادر على انه يصنع الجلوتاميت من الألفا كيتو جلوتريت هيك بهاي الطريقة فبشيرك حطي لكم هون سهمين حطي لكم انه ممكن انه اكسر الجلوتاميت باستخدام هذا الإنسان ولكن برضه ممكن اصنع الجلوتاميت باستخدام هذا الإنسان تمام هاي هون بحكي لك انه this is another way to synthesize الجلوتاميت اذا الجلوتاميت انا قادر تصنيعه بطريقتين طريقة الاولى اللي هي حكينا عنها هون هايها واحد بشكل مفصل وفهمتوها هسه تضل عليكم انكم تكونوا حافظينها ودرسينها تمام هاي اول طريقة لتصنيع كيف عن طريق عملية تصنيع عن طريق يا الله شو اشي سهل جدا نفس فكرة هسا بقول لك كلمة شو يعني يعني عندي مستقبل وعندي مرسل مش حكتلكم انا هون ايني اذا يا رب يكون قسم كتوب ما راحت مش حكتلكم انه انا الالفا كيتو اسد مين بيعطي النايتروجين حكتلكم مركب الاسمه اكس الحاطه على راسه صح الحاطه على راسه بيعمل لي الانزام الاسمه امينو ترانسفريز هذا ناقل ينقل امينو جروب ينقلها من اكس ويعطيها الالفا كيتو اسد هلا هون الاميديشن ما فيش عندي ناقل انا بس النايتروجين جروب مباشرة اجت مسكت على المركب اللي انا بدي اعطيها ما في عندي مستقبل ومرسل يعني النايتروجين هيك عايشة شوفوا كيف عايشة في الطبيعة هيك في الهواء الطلق عايشة كيف حالها بتيجي الانزام بيضيفها على المركب اللي انا بديها طب مو مين هو هذا الانزام او مين هو هاي المركبات هي واحد من اثنين الاميديشن الاول اللي نحكي عنه هو الكلوتامين كلوتامين كلوتامين الانزام اسمه كلوتامين سنتيز يعني سنتيز مصنع كلوتامين مصنع كلوتامين سهل اسمه تمام بيجي بيضيف النايتروجينة هاي على الاماينو أسد اللي اسمه كلوتاميت تمام يعني الكلوتاميت بيستقبل هاي النايتروجينة تمام بيصير اسمه كلوتامين ببساطة فشو الفرق بين كلوتامين وكلوتامين هي فقط هاي النايتروجين طلعوا هون هاي المركب طلعوا هذا الجلوتاميت صح؟ طلعوا هون هذا الجلوتاميت فقط ضفت عليه النايتروجين صار اسمه جلوتامين هل هذا عمرنا حكينا عنه قبل هيك؟ نعم حكينا ونص وانا حكينا عنه ذاكرين ذاكرين المحاضرة السابقة انتم بالنسبة لكم جوز تحسوها زمان زمان ولكن هي محاضرة السابقة يعني قد ما في محاضرات ولكن ان شاء الله يعني الأمور سهلة المهم يعني أنا لما حكيت عن الأمونيا ذاكرين حكي الأمونيا توكسك شو أنتوكسك يعني سامة للدم وحكينا لازم الأمونيا عندي طريقة لنقلها في الدم طب من هي الأمونيا؟ هي هي هاي النايتروجينة عليها اتشي ثري ووقتها حكينا كيف بدأ نقلها بالدم عن طريق اني أعطيها للجلوتامين أكون لجلوتامين ذاكرينها؟ ارجعوا المحاضرة واذكروا تمام؟ لنهاء احنا حكينا عنها قبل هيك تمام؟ هيك أنا بصنع لجلوتامين كما أمونيا أسد لحد هسا حكينا خينا نحط بالله check list مشй станخلص إن نحكي أنه يعني خدناهم كل هيك حكينا عن speaker بأول ثلاث حكينا عن الاسپارجين وحكينا عن البايروفيت اللي بتحول لألانين تمام؟ هلا بنا نحكي عن الاسپاراجين خينا نشوفوا هلا الاسپاراجين زي ما حكينا مش هستط 저희가 في عندي غلوتاميت وغلوتامين طب الاسپاراجين مية بنعمة الاسپارت إذén انتوا بتعرفوا ليست اسمه اسبارتايت. لدي انتظام اسبارتايت فيه اسم اسبارجين. الاسبارتايت هي ايش يعمل? نفس ما عمل الجلوتاميت. هون شوه؟ استقبل نيتروجينه. الاسبارتايت ايضا يستقبل نيتروجينه. بحالة تصبح اسمه اسبارجين. اذا نفس الكلام اللي حكيناه باول نقطة. تمام؟ ايش اسم الانزام؟ نفس الاشي اسبارجين. الي عالا نبّيها نقطة. انه هون في عندي تي سنثي تيز ونفس الاشي هون كانت كلمة سنثي تيز سنثي تيز شاي سنثي تيز دائما نحكت لكم في محاضرة الصامع دائما لما تسمعوا بكلمة سنثيز باستخدام محرفة تي افهموا انه في استخدام للأي تي بي في استخدام للطاقة التي معناها هيك تحفظوها تي اي تي بي تي للتي تي للتي تمام هاي هوا عندي اي تي بي وهون عندي هلا الفرق الوحيد بين هاي الرياكشون وهذا الرياكشن انه النيتروجيني هون كانت هيك عايشة لحالها في الهواء الثلوم هون النيتروجيني مين عطى اياها مين عطى الاسبارتيت نايتروجيني بحيث يصبح اسبارجين بحكيرك الكلوتامين، sure hstanding هل شايفين اشي صعب على حين في الفهم ما فيه اشي صعب على حين فانه وما فيه مطلوبكم تعرفوه غير هيкрет الامور سهلة تمام له هون إن شاء الله الأمور تمام طيب هسا بدي أسألكم سؤال وأنتو جابونا عليه أشوف بالله يفهمين هل إحنا حكينا إنه أنا عندي طريقة إنه أصني أمينو أسد طريقة الأولى والطريقة الثانية باستخدام أمينو أسد آخر طيب هل هاي إحنا هون عندي جلوتامين والأسباراجين أنا أصلا هدونا صنعتهم من أمينو أسد ثاني مش أنا صنعت الأسباراجين من الأسبارتي وهون صنعت الجلوتامين من الجلوتامين يعني فعليا أنا استخدمت أمينو أسد لأصنع أمينو أسد طيب هاي ما بعتبرها تنطبق على المجموعة الثانية قطعا لا المجموعة الثانية شو كان شرطها حكيت لكم شرطها إنه أنا بصنع أمينو أسد يعني أنا باستخدم واحد أسنشل وبصنع منه أمينو أسنشل طيب هل الجلوتامين اللي أنا باستخدمه لأصنع الجلوتامين نون أسنشل لا طبعا هنا حكينا عنه إحنا بنصنعه في جهة هذا نون أسنشل نفس الشي الأسبارتيت الأسبارتيت هل أنا هذي يؤتبر إسنشل لا نون أسنشل ففعليا الأسباراجين أنا بصنعه من نون أسنشل أمينو أسد فبالتالي لا ينطبق عليه المجموعة الثانية مجموعة الثانية فقط أمينو أسد ثانيين ينطبق عليهم التيروزين والسستيين هل سنكمل على الباقي نحكي عن البروليين وكيف ممكن أن أصنعه البروليين أنا ممكن أستخدم الجلوتامين لأصنعه ولكن في طريقة خاصة لإله وشانك حطنا لحاله يعني بروليين هي حطناها مجموعة لحاله ليش الأمينو أسد البروليين له شكل عجيب شو شكل عجيب طبعوا طلعوا هاي البروليين هذا بروليين شكله عجيب أنه فيه حلقة فيه رنج طلعوا كل الأمينو أسد كيف هاي حلقة الباقي كلهم خط مستقيم أغلبهم خط مستقيم ما عادة كواحد ثاني بس أنا هسا مش وقت نحكي عن هذا كالثاني ولكن خط مستقيم هون الفرق إنه دائرة فأنا هدا بدي أصنع طريقة خاصة طريقة خاصة هاي فيها كثير خطوات هل مطلوب منكم تعرفوا الديتيل سبقونها لا فبشان هيك أن البروليين ما بدي حكي لكم عن تفاصيل منه بس بدكم تعرف التاري إنه أنا بصنعه من 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 كيف بصنعه بدون تفاصيل فقط يعرفوا واحد إنه لازم أصير له سايكلزيشن شعن سايكلزيشن يعني تكون ل رينج فورميشن أوف رينج تكون حلقة طب هل ما نتكد إنه يصير هيك صح الكلوتامية خط مستقيم البروليين زي ما فهمتكم هو حلقة فلازم أعمله سايكلزيشن يعني أكون حلقة زائد أعمله ريداكشن شايداكشن يعني يخسر إلكترونات أو إنه يخسر هيدروجين بشكل عام يعني يخسر هيدروجين طب هل أنتو هاي الخطوات كلها تكونوا عارفين هيك بالتفاصيل المملة لا لا تحفظوا أسماء ولا إشي يعرفوا إن بيتحول لبرولين يعرفوا شو هاي الأفكار ولكن أنا حطيت لكم هاي الرسم مش هتتتخيلوا شو الموضوع تخيلوا شو الموضوع طب هل تسألوني طيب وين بصير ما تحاولوا شو تدوروا عليها مش مهم مش مهم تمام يعرفوا بس هاي القصة العاملة لبرولين لأنه هيك مميز هل لنأجي نحكي عن السيرين والجلايسين طيب ليش السيرين و جلايسين نحكيهم مع بعض طب خير نرجع نرب الجدول وين نحن طلعوا شو هاي إنا اليوم حكينا وهو على الغالب احنا اليوم ما رح نحكي عنه في الحاضرات اليوم حسنا أحكي لكم ليش اه السيرين و جلايسين السيرينة و الجلايسين أنا بسرحهم مع بعضهم دائماً نحكيهم مع بعض لأنه أنا ممكن أصنع واحد من الثاني شو يعني واحد من الثاني يعني يا إما أنا بصنع الجليسين من السيرين أو أني بصنع السيرين من الجليسين شو ما أحناها؟ طيب كيف هذا الحكي بدي يصير؟ هذا الحكي بدي يصير عن طريق أنه أنا أحكي لكم شو يعني سيرين؟ شو يعني جليسين؟ وهذا الحكي صراحة شرحناها قبل هيك في محاضرة الأمينو أسد ديجريديشن ولكن نرجع نحكي الجليسين هو عبارة عن أمينو أسد الـ R جروب تبعته هي عبارة عن هايدروجين طلعوا عنده هايدروجين بالمقابل السيرين هذا الجزء الثابت من كل أمينو أسد عنده بدل هايدروجيني عنده CH2OH هاي المجموعة اللي بسميها CH2OH بسميها ميثيلين جروب فأنا إذا بجيب الجليسين وبركب عليه ميثيلين جروب فأنا فعليا حولته للسيرين ونفس الإشي إذا أنا السيرين شلت منه الميثيلين جروب فأنا ذاكي إني حولته لجليسين لأنه طلعوا هذا الجزء ثابت تمام؟ فبحكي لك أنه أنا ممكن أحول الجليسين للسيرين والسيرين لجليسين عن طريق للترانسفير أوف ميثيلين جروب طب شو هي الميثيلين جروب؟ بسميها إيش يسمه هايدروكسي مثل جروب شو عمي هايدروكسي مثل؟ طلعوا مش هي هاينا جموعة هاكتلكم هاي مثلين جروب اسمها CH2OH هاي مثل جروب اسمها هاي مثل وهاي اسمها هايدروكسي فالميثيلين جروب هي عبارة عن هايدروكسي مثل يعني عبارة عن كربونة واحدة عليها OH الواتليل هايدروكسيلي جروب إذا أنا بنقلها من الجليسين أو سوري من السيرين بنقلها وبطالتها برا بكون حولته جليسين وإذا أنا أجبتها من برا وركبت هاي بتكون كونت السيرين مين هي هاي البرا؟ يعني أنا من وين بد أن أجيبها الميتين جرون؟ sections يعطيني إياها. يعني أنا غرايسين بيحكي بيجي بيشحد بيحكي يا جماعة بدي مثلين قلوا مين بدوا يعطيني إياها بحكي لك إشي اسمه انفايف انتن مثلين تترا هايدروفوليت تمام مثلين تترا هايدروفوليت هذا الاسم الذي تعمل في التفاصيل ليش هيك اسمه هاي صراحة ما بنصحكم تفوتوا التفاصيله مش وقته حاليا هو إلها تفاصيله مهمة لبعض الأشخاص يكونوا عارفينها ولكن اللي لكم حاليا مش مطلوب اللي بحبي عارفة يستزيد لحاله أو يطلب مني أن أبلغ Service أو يعني معناته المركبة اسمه ممكن له اسمين مرة بيكون اسمه مثلين تيتراهايدروفوليت ومرة بيكون اسمه تيتراهايدروفوليت تيتراهايدروفوليت لما يكون ما عنده الميثلين جروب لما يستقبلها بيصير اسمه مثلين تيتراهايدروفوليت فنشوف احنا تفاصيل هذا الحكي هنا بحكي لك انه الجليسين والسيرين في انزام اسمه سيرين هايدروكسي مثل تراسفريز شو يعني يعني هو عبارة عن انزام ناقل الهايدروكسي مثل مش حكينا احنا الميثلين جروب هي عبارة عن هايدروكسي مثل هيدروكسيمثر يعني هو عبارة عن الأنزام الذي ينقل هيدروكسيمثال أجروب من السيرين للسيرين أو من السيرين للأجليسين واحدة من التنتين تمام؟ حس예요 هذها مين يستقبل هاي هيدروكسيمثال أجروب أو يعطيها حكينا التترا هيدروفوليت فأنا مثلا السيرين عنده هيدروكسيمثال لجروب بيجي بيحكي مين يا جماعة يستقبلها من يؤخذها مني بيجي تترا هيدروفوليت بيأخذها منه ماذا يز fino اسمه تيتر هايدروفوليتِ؟ بيقلي بيصير اسمه تيتر هايدروفوليتِ بالمقابل تيتر هايدروفوليتِ تيتر هايدروفوليتِ اثنان يمسك بيخسراء الغرايسيل منهم إستمدل محي Architects علي أن تظن بهمbed أذن اخيرن ي brilliant كم ترك dal завис تيتر هوز مائ Alto بيخسر تيتر هادير في مقابل أنه يعطيها لانته ما هو بالrings Lar تيتر هايدروفوليتِ حاف حاف وغلايسين بصير شو اسمه سيرين طيب هون بهاي الرسمة محطوطكم اشياء زيادة هيك رح تنعجبوا فيها رح تحكولي شو هاي لأ اذا الدرسين محاضرة جاي ما رح تحكولي شو هاي الحاضر الماضي عفوا ما رح تحكولي شو هاي لنكن انتو اردي فاهمين هوا درسين هاي اللي هو انه ممكن اني اكسره للسي او تو والنشي ثري والسيرين ممكن اكسره للبايروفيت هاي ما رح تشرحها هسه شرحناها في المحاضرة السابقة هاي الى دخل بعمليات تكسير الامينو اصد في عملية تصنيه الامينو اصد المهم تفهموا انه يتحول للسيرين والسيرين يتحول لقلايسين فيبتوها ان شاء الله فهمتوها وبالتالي اذا واحد يسألكم هذا الانزيم هل هو ريفيرسابل ولا ليس ريفيرسبل الجواب نعم ريفيرسبل وبشدة طبعا بشدة ما انا حكيت لكم صلنا ساعة نحكي شو انه هذا انزيم شو هضيفته يا اما حول لقلايسين للسيرين او يحول لسيرين لقلايسين وهو ريفيرسبل يبيستغل يا دغري يا لورا طيب السؤال الذي يطرح نفسه طيب هذولة التنين أمينو أسد أنا هون حكيت لكم أنه أنا صنعت أمينو أسد من أمينو أسد صح؟ طيب أنا الأمينو أسد مثلاً لقلوتامين صنعته من بس أصلاً لقلوتامين من وين بجبته؟ جبته من الخطوة هاي اللي هي هون حكينا عنها أول طريقة أني عملت له صنعته نفس الإشي الأسبارتات أنا بحول الأسبارجين طيب الأسبارتات أصلاً من وين بجيبه؟ أنا أجيب منها الخطوة اللي عريدين شرحت لكم إياها هلأ الجواب الذي يطرح نفسه أنه أصلاً لقليسين أنا بحول للسرين والسرين بحول للقليسين طيب أنا أصلاً من وين جبت لقليسين ومن وين جبت السرين؟ هل هم هذولة يسنشل؟ هل أنا بكلهم من الغذاء؟ لا طبعاً لا طبعاً لا طبعاً لأن هذول هذولة من ضمن مجموعة شو؟ من ضمن مجموعة و بالتالي أنا هذولة أنا أصلاً قبل ما إني أحول الواحد للثاني لازم اكون اعرف اصطر من وين بدي اجيبهم تمام من وين بدي اجيبهم الجواب انه انا قادر على اني اصنع السرين السرين في الجسم مين هو اللي بيعطيني السرين ايش اسمه ثري فوسفو غليسيريت احسا ها قصتها طرما اذا بدي ارجع اذكركم فيها اذا انتم درسين غلايكولز درسينها ومذكرينها هيكم عارفينها اذا مش عارفينها صراحة مش وقت ان نشرحها ولكن بالجلايكوليسيز شو كنا نعمل؟ جلوكوز بتكسر بتسع خطوات للبايروفيت خلال احد هاي الخطوات بتكون عندي هذا الانزام المركب الاسمه ثري فوسفو غليسيريت هذا بتكون باحد الخطوات فبحكي لك هذا انا ممكن استخدمه لاصنع الامانو اسد الاسمه سرين تمام هو عبارة عن مركب يحتوي على الفوسفيت جروب لانه اسمه ثري فوسفو وغليسيريت يعني يحتوي على ثلاث كربونات واحد اثنين ثلاث تمام تذكروا وين بالاقلائيكوليسيز مش وقته مش مطلوب منكم حاليا المهم تعرفوا ثري فوسفو غليسيريت شو هو هو عبارة عن مركب يحتوي على ثلاث كربونات وفوسفيت جروب تمام؟ كيف اني ممكن انا حول للسيرين؟ بحول للسيرين عن طريق ثلاث خطوة مطلوب منكم تعمل فوتو واصيلها؟ لا ولكن خلنا نشرح لكم اياها بشرة تتخيلوا الموضوع ولكن انتوا يكونوا عارفين هاي النقاط المكتوبة هون اللي هي ثري فوسفو غليسيريت هو عبارة عن ثلاث كربونات زي ما حكيت لكم واحد اثنين ثلاث بيرجع عندك اول خطوة عملية ما يعني انه يخسر الهايدروجين يخسر الهايدروجين اوكسيديشن يعني يخسر الهايدروجين طيب لس يخسر الهايدروجين شو بصير اسمه؟ مش كثير ما يهمش طيب كيف يعني يخسر الهايدروجين؟ طلعوا هون بس انا مش هن تكون متخيلين طلعوا هون هون عندي دابل بوند واحدة وأنه أولنا له مركب، خسر هيدر وجيني هون، خسر هيدر جيني هون، تمام؟ هذا المركب مِش كثير هايلدين كنتونكم تعرفين شو اسمه،مش كثير مهم، تمام؟ خطوة اللي جاءة ٢َاالبعدها ٢٨نx-امination referrals to the Rapids يعني ٨نقل Amination Amine Group بيحكي لك إنه المركب اسمه ٣-فوسفل جليسيريت يستقبل Amine Group يستقبل Amine Group تطلعوا هون، هايوا وينهدي أن يستقبل Amine Group بعد ما استقبل Amine Group، بعمل هايدروليسيز للفوسفيت جروب هايدروليسيز يعني إزالة عن طريق إضافة الماء هايدروليسيز يعني إضافة الماء وللفوسفيت جروب يعني أنا هون عندي فوسفيت جروب طلعوا هيها شلتها طلعتها برة فتكون عندي مركب النهائي اللي اسمه سرين هسه أنا بصير ألعب بين الغلايسين والسرين أنا بالأول ما كان عندي لا سرين ولا غلايسين هيك كونت السرين بعدين بعد ما كونت السرين بحوله الغلايسين والغلايسين ممكن يرجع يتحول للسرين. ولكن خطوة لها من الاولى شو هي? اني اكون اصلا سرين. اكون اصلا سرين. مين بدي كون لي? ثري بوصفو غيسرين. مين ثري بوصفو غيسرين? هو مركب ينتج من. مين هي غلانكوليسيس? طبعا مش هنحكيها لان كنت اراد يعرفين اللي هي عملية تكسير. تمام? الامور الهون ان شاء الله طيبة. اوكي. تسألوا ان تحكوا يا الله شو هالتفاصيل كلها? التفاصيل لحد هسه فقط طلعت الدرس كل الحل اللي حكي حكينا صفحة صفحتين للامتحان. احفظوهم وروحوا الامتحان ان شاء الله الامور كويسة كلها. هيك شو خلصنا? خلصنا التاليين كلياتهم. ظل عندي تلاتة اللي هو التايروزين والسيستين والارجينين. هلا انتو هسه رح نحكي عن التايروزين والسيستين. الارجين ما رح نحكي عنه. بدي انا اعطيكم واجب. هسه انتو مش بطلوب منكم في المحاضرة هاي عن كيف ممكن الجسم يصنع ارجينين. اذا انتو دارسين كويس اليوريا سايكل هاي غششتكم جزء من الجوال. جزء من اليوريا سايكل رح تفهموا انه انا ممكن اصنع الارجينين باستخدام اليوريا سايكل. كيف? ارجعوا للمحاضرة واشوفوا الموضوع كامل. ما رح نحكي عنه اليوم. المهم الارجينين يصنع من اليوريا سايكل. مش بطلوب منكم تفاصيل. تمام? هلا نحكي عن تايروزين والسيستين. لماذا اشتركنا هم اخر اشي? لان هدولة هم المجموعة اللي ينطبق عليها المقول الثانية. اذا كل حكاية اللي حد هسا ينطبق عليها المقول الاولى. هلا نحكي عن تايروزين والسيستين. كيف ممكن اصنعهم من مركبات اخرى موجودة. اه سوري. اه كيف ممكن اصنعهم من اسنشل امينو اسد. شو يعني سيستين? سيستين هو عبارة عن امينو اسد. نون اسنشل. نون اسنشل. ممكن اني اصنعهم من الاوينو اسد اللي اسمه ميثايونين. هلا الميثايونين اسنشل. يعني شو يعني اسنشل? يعني اني انا لازم اكله من الغذاء. هلا شو بصيب الميثايين? كيف انا ممكن اصنع منه سستين? هذا اللي حكي جوابه في محاضرة الاوينو اسد ديجريديشن. لكن بدي اذكركم فيها. انتم كونوا دلسين ذلك المحاضرين تعالوا على هاي النقطة. لان هون بس خصطي لها يا دوب ربع صفحة او يا دوب اقل ربع صفحة. ولكن بالديجريديشن حكينا عنها بالتفصيل. حكينا عنه بالتفصيل يا دوب بجو صفحة ونص اخدت. المهم وقتا حكينا انه انا الميثايونين شو بصير فيه داخل جسم الانسان? بتحول لاشي اسمه سام. شو هو السام? ارجع لديك المحاضرة والذكه. ما انا احكي لكم هلا. ميثايين تحول للسام. السام بعد ما يتكسر بتحول لاشي اسمه هومو سستين. الهومو سستين وقتا حكي لكم له مصيران داخل الجسم. داخل الجسم. مصيران. شو يعني مصيران يعني انه ممكن تحول لواحد من شغلتين. يا اما انا بستخدم ولا اصنع الميثايونين. يا اما بستخدم ولا اصنع السستين. تمام? وبالتالي انا فعليا زي كاني حولت الميثايونين للسستين. طب ليش? انا حولت الهومو سستين للسستين. ولكن فعليا الهومو سستين مين كوانه يعني مين ابوه؟ ابوه هو الميثايونين فاذا بترجع ل혀 هديك المحابة تتذكروا ان الميثايونين ابوا الهوموستين، الهوموستين ابو السيستين ففعليا مين ابوه الفعلي للسيستين؟ هو الميثايونين هو الميثايونين تمام هاد ابوه الفعلي تمام. ارجع لها ديك المحاضرة بتذكروا أوكي هلا هي موضوع الساستين هذا ما حكينا عنه كثير لنفس ايشة التيروزين اوريدي حكينا عنه بالتفاصيل المملة någon لكن انا جاء نعيد الفكرة. ذاكرين حكينا عنه انه اوكي سوري انا هون عامل نفس الجملة لازم اغير ان كاتبها هون وهون كاتبها نفسها لازم اغيرها ولكن اعكلا انا هزر اشاركم اياها وبغيرها ان شاء الله بشيتو وانزلكم اياها. حس بدي اذكركم انه في عندي الامين اسمه هذا الفينل الانين شو كان بالجسم الانسان شو كنت اعمل فيه كنت اعمل له يعني اضيف عليه او او شو بصير اسمه تايروزين تايروزين وقتها حكي لكم هاي الخطوة حكينا عنها وشرحنا على هزا بحكي لك انه انا جسم الانسان عنده فين الانين من ما بده يجيبه هذا إسنشال يعني بيجيبه من الغذاء بيقدر روح جسم الإنسان يحوله للتايروزين حوله للتايروزين كيف يعطيه الخطوة حكتلكم إياها ولكن الإضافة المعلومة الإضافية بديهم تعرفوها بهذه المحاضرة إنه الفن الألنين لما يتحول له تايروزين مين بدي يعطيه هاي الأواتش جروب حكتلكم عنه مين بدي يعطيه إياها إيش اسمه تيترا هايدرو بايوبترين بي اختصاره بي اتش فور بي اتش فور هذا البي اتش فور بيعطيه الفن الألنين بمساعدة الأكسوجين يعني هو الأكسوجين بيشتغله مع بعض عشان يعطيه الواتش جروب بيتحول بيصير اسمه بي اتش تو يعني هو زيك إنه بحكي للفن الألنين في داكة فن الألنين بخسر هايدروجينتين مشانك بخسر هايدروجينتين مشانك هل أنتوا تحكو لي يعني هل أنتوا مطلوب منكم تعارش تفاصيل كتير لا ولكن أمد أفهمكم شغلي إنه هون فعليا أنا فن الألنين مش هو استقبل AIG هذا العيود إله جزئين اتش و او الاتش مني يعطاني إياها الإشي الاسمه التتراهايدروبيوتران بي اتش فور يعني هاني بي اتش فور اتش يعني هيدروجين عنده أربع هيدروجينات خسرت دنتين واحدة عطاها للواتش للفن الألنين تمام هيعطاني الاتش الاكسوجيني هاي من تعدي بي اتش فور بي اتش فور ما فيوش أكسوجين بعطيني إياها الأكسجين الأوتو الأوتو يعطيها هاي الأكسجين تمام بس هيك مشان حاب يعني يعرف ليش هيك سمينا البي أتشفور سمينانا لأنه عنده أربع هيدروجينات خصبتينتين في سبيل الفين الألنين تكون لتحويله للتايروزين صار اسمه بي أتشفور هلأ بحكي لك إنه هذا التفاعل قائم على وجود هذا المركب اسمه بي أتشفور قائم عليه يعني لو للبي أتشفور هذا التفاعل لا يحدث لا يحدث لو لا هو يعني زي كيف هذا أبو الروحي يعيش عليه يعيش على وجوده يعيش على وجوده هو الماء والهواء والخذاء له طيب أنا إذا أنا كل البي أتشفور رح تحولته للبي أتشفور في حياتي تعم هذا البي أتشفور خلص خلص بطل في عندي بي أتشفور كله صار بي أتشفور البي أتشفور غير قادر على إنه يعطي الهيدروجيناتين نضلوا معه يعطيهم الفين الألنين فأنا فيه يجب أن يكون عندي إنزيم داخل جسم الإنسان قادر على إعادة تكوين بي أتشفور يعني أنا البي أتشفور اللي أنا حولته للبي أتشفور أنا أقدر أرجع أحول البي أتشفور لأن البي أتشفور ضروري لهذا التفاعل ضروري لو لا لن يحدث تمام فبس في عندي إنزيم اسمه داي هايدرو بتيريدين ليداكتيز يعني شو يعني هذي اسمه زينخ أولاء يحفظوه مطلوب منكم ولكن فكرة إنه هو عبارة عن إنزيم برجع بيعمل بيحول بيحولها لبي أتشفور شان 6000 يعني إنه بيعطيها هيدروجين بيعطيها هيدروجين فبتصير اسمها بي أتشفور بيقول لك باي أتشفور بيرجع بيتحول باسخدام أي إنزيم طب مين بيعطيه الهيدروجين بمساعدة هذا الإنزيم إذن هذا الإنزيم بينقل الهيدروجين من اي دي اش بعطيها البي اش تو بحول بها البي اش فور تمام هيك من كون شرحنا الموضوع بيت تفاصيله ان شاء الله امور بسيطة اخذنا وقت صراحة بس مشان انا بدي ارسخ المعلومات عندكم ولكن هو صراحة ما بده وقت منكم حفظ ثلاث صفحات واحد اثنين ثلاث ما بده اي جهد وتعب بس بدي انبه على نقطة انبه على النقطة انه انا بما اني بما انا السيستين والتايروزين انا بصنحهم from essential amino acids معناته انا essential amino acids اذا ما اكلتهم بكمية كافية انا لن اكون قادر على تصنيع السيستين ولن اكون قادر على تصنيع التايروزين انا لو لا وجود الفلن الالانية التايروزين لن يتكون ولولا وجود الميثايونين السيستين لن يتكون طيب هذا الكلام معناه انه فعليا وجود السيستين ووجود التايروزين مشروط مشروط بوجود الفلن الالانين وجود الميثايونين وبالتالي اذا انا ما باكل كمية مناسبة في غذاء منها دولا 2 amino acids انا لن اكون قادر على تكوين السيستين ولن اكون قادر على تكوين التايروزين تمام وبالتالي الناس اللي ما باكلوا ميثايونين بصير ضروري انهم يتناولوا السيستين كيف يعني ضروري؟ معناها أنه أنا إذا ما أكلت ميثايونية السستين ما عندي طريقة ثانية لأكونه داخل باسم الإنسان فبالتالي أنا مضطر أني شو أعمل؟ مضطر أني أكله فبصير بهاي الحالة للناس اللي ما بأكله ميثايونية بصير السستين إسنشل عرغم بأنه بالوضع الطبيعي هو نون إسنشل نفس الشيء التايروزين أنا إذا ما بأكل كمية مناسبة من الفين الألانين لن أكون قادر على تصنيع التايروزين لن أكون قادر على تصنيع التايروزين وبالتالي بصير لازم أتناول التايروزين من الغذاء تبعي من الغذاء تبعي تمام؟ إن شاء الله تكون أمور واضحة هاي النقطة كثير مهمة ولطيفة وحلوة تمام؟ الرجوع المحاضرة يحفظوها إن شاء الله من كم الفيديو الثاني نحتي عن عمليات أو أمراض الأمانو أسد إن شاء الله فيديو حلو وجميل هو يعني زي ما نحكي إذا تكونوا درسين كل المحاضرات السابقة مشان تبنوا عليه الأمراض هاي تكونوا فاهمينها تمام؟ لأنه هي أمراض قائمة على أشياء أورادي إحنا درسناها تمام؟ يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر